السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف على أسرار وخبايا أشهر الخلفات بين الفنانات في الوسط الفني والسبب رجال وصرقة وغيرة وأشياء أخرى كثيرة كانت تحية كاريوكا تكره هندرستوم ولا تحتمل رؤيتها أو العمل معها حيث تشترط قبل موافقتها على العمل في الفيلم أو الاشتراك في حفلة ألا يكون لهندرستوم أي دور فيه وكان الصراع بين تحية كاريوكا وهندرستوم في عام 1957 غير متكافئ لأنه كان صراعا بين نجمة كبيرة في القمة وبين نجمة ناشئة في أول الطريق بدأت العمل معها ككمبارس في فيلم حب وجنون عام 1948 لكن الحقيقة أن تحية كاريوكا هي من بدأت العداء مع هندرستوم وبدأ هذا الخلاف أثناء أعداد فيلم الفتوة حيث اكتشفت تحية وجود هندرستوم في الفيلم وهو ما رفضته تحية كاريوكا تماما قائلة يا نا يا هي وصممت على إخراجها من الفيلم ما أوقع المخرق صلاح أبو سيف والمنتج والبطل فريد شوقي في ورطة لكنهم اضطر في النهاية الرضوخ لأوامر تحية كاريوكا وإثناء الدور هندرستوم إلى الراقصة هند مظلوم رغم أن هندرستوم كانت قد تعقدت وتقادت العربون وبذلك طارت دور من هندرستوم في الوقت الذي كانت تبحث فيه عن أي فرصة فنية ممكنة وتحدثت هندرستوم عن العداء بينها وبين النجمة الكبيرة تحية كاريوكا التي تتلمزت عليها في فن الاستعراض في حوار لها لمجلة روزاليوسف في فبراير عام 1957 قائلة القصة ترجع إلى خلاف قديم فقد كانت تحية متزوجة من عبد المنعم الخادم وظهرت شائعة بأنني على علاقة بالخادم فاتصلت بي تلفونيا وشتمتني بألفاظ قاسية فرديت عليها بنفس الألفاظ وتدخل أحد الأصدقاء وأثبت لها أني بريئة وانتهى الأمر عند هذا الحد وأضافت هندرستوم ولذلك وقفت تحية مني موقف التحدي وبمجرد أن نشرت الصحف عن فيلم تقوم تحية ببطولته مع فريد الأطرش وأنه يستعد لفيلم آخر معي صرحت تحية في الصحف بأن فريد لا يحب إلا الخادمات فصار فريد وطلب من تحية تجذيب ما نشر فرفضت فما كان منه إلا أن أسند دورها لي حدث خلاف شهير بين الفنانتين الراحلتين تحية كاريوكا وصباح عندما اكتشفت تحية كاريوكا أن صباح على علاقة بزوجها الطبيب حسن حسني ولم ينتهي الأمر بطلاق تحية كاريوكا فقط بل بإقدامها على الانتحار وحادث الانتحار الذي نجت منه تحية كاريوكا وقع عندما كانت متزوجة من زوجها العاشر البكباشي طبيب حسن حسني الذي التقت به ووقعت في حبه وتزوجها لكنها انفصلت عنه بعد علمها بخيانته لها وعلمت تحية كاريوكا أن هناك علاقة بين زوجها وبين المطربة اللبنانية الصاعدة وقت إذن صباح ومن شدة حبها وصدمتها بزوجها ابتلعت كمية كبيرة من الحبوب بقصد الانتحار وتم إنقاذها بصعوبة وبعد تلك الواقعة أضربت تحية كاريوكا عن الزواج لمدة ثلاث سنوات حتى عام 1959 عندما التقت المطربة الصاعد حين ذاك محرم فؤاد فتزوجته في منتصف عام 1959 وانفصلت عنه قبل أن تنتهي السنة وفي حوار لها لجريدة الأخبار في سبتمبر 2013 قالت صباح بالنسبة إلى موضوع تحية كاريوكا الذي قيل فيها الكثير تحية كانت صديقة طيبة القلب لكن لسانها أسرع من تفكيرها لم تخطئ أبدا معي ولم نتعارك من أجل الشهرة وما شابه لها عالمها ولي عالمي لها أسلوبها ولي خططي في الحياة والفن وبعدما تقدمت في العمر هاجمتني بالكلام فأجبتها بطريقة تليق بها وأضافت لقد وضعت خطا في علاقاتي مع زملائي ولا أحد يجرؤ على تخطي قيل عني الكثير بينما أنا كنت أسير مع الشمس وليس تحت الأرض ورغم كل صراحتي كانت أسراري وخصصياتي ملكي وحدي لا أملك أسرارا في حياتي وكل أموري منشورة ومكشوفة والكل يعرفها ولم أشعر بالندم على أي أمر كنت به وقالت موضوع خيانة زوج تحية كاريوكا معي كان فبركا خيالية وربما من نسج خيال المؤلف وكان زوج تحية دكتورا محترما جدا ويحبها رغم قصاوتها معه وكان صديقا مهزبا يغبرني عذاباته معها وكان يزورني في الفندق ولم يكن يوما مغرما بي أو حبيبا كان من المستحيل أن أقع في حب آنذاك ولم أتعود على عشق أزواك صديقاتي ذكرت مجلة الموعد في عددها الصادر في أبريل عام 1972 أن المنافسة الفنية اشتدت بين الفنانتين ناجات الصغيرة وفيزة أحمد على الساحة المصرية في عام 1972 وتناقل الوسط الفني أنباء عن اشتداد الخلافات فيما بينهما وأن كل منهما تتحاشى الأخرى وترفض الإفساح عن شعورهما الحقيقي وأضافت المجلة أن في الوقت نفسه الذي اشتدت فيها الخلافات بين ناجات وفيزة كانت ناجات تتقرب من موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب واقتنست العديد من ألحانه الرائعة وبالتالي قلت عاونه الفني مع فايزة أحمد التي اتهمته أنه يساند ناجات على حسابها ويرحب بالسهرات في منزله لسماع آخر التشنيعات التي تطلقها عليها وفي أحد الأيام مفقاً للمجلة نفسها قبلت ناجات دعوة من عبدالوهاب إلى العشاء في منزله وكانت الدعوة في ظاهرها جلسة فنية والالتصامر بين عدد من الفنانين لكن السبب الخفي كان محاولة للتقريب بينها وبين فايزة أحمد الذي حضرت بالفعل مع زوجها الملحن محمد سلطان وظل الحضور في انتظار ناجات ساعة كاملة وقالت المجلة أن سامي شقيق ناجات اتصل هاتفياً ليعتذر موطحاً أن ناجات أصيبت بأزمة حدة في الكلة وناشد الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل وفهمت فايزة أحمد اللعبة وانصرفت مع زوجها صامتين وبحسب المجلة انتقلت الحرب الشرسة بينهما إلى الحفلات الغنائية على المسرح فحاولت ناجات تقليد ما كانت تقوم به فايزة أحمد منذ عشرة أعوام وتعاقدت على إقامة حفل غناء منفرد لها بسينما رمسيس لكن الجمهور لم يقبل عليها فاضطرت إلى دفع 200 جنيه لتغطي نفقاتها حرصاً على سمعتها الفنية وأوضحت صحيفة الدستورة الأردنية أن من أكبر العقبات في حياة ناجات كانت منافستها مع فايزة أحمد التي استطاعت في فترة قصيرة تخطيها وأصبحت المطربة المفضلة عند المسيقار محمد عبدالوهاب بعد أن استغلت خلافه مع ناجات بسبب رفضها العمل في فيلم من إنتاجه وأخذت منه خمس ألحان رائعة أسهمت في نجوميتها ووفقاً للصحيفة حزنت ناجات بشدة في تلك الفترة ولم تعد لحالتها الطبعية إلا بعد تقديمها أغنية سامحني تبت خلاص التي لاقت نجاحاً كبيراً وبعدها انهالت عليها تعاقدات العديد من الشركات قبل وفاتها كشفت الفنانة وردة أن المطربة ميادة الحناوي كانت سبباً في طلاقها من زوجها المسيقار الراحل بليغ حمدي لرغبتها في أغنية مش عويدك التي قدمها بليغ لميادة لكنها نفت علاقتها بمنع ميادة من دخول مصر وفقاً لجريدة الشرق الأوسط كانت سرحت ميادة الحناوي أن وردة كانت سبباً رئيسياً في منعها من دخول مصر وبأنها وبمساعدة نهلة زوجة المسيقار محمد عبد الوهاب تسببت في منعها لمدة 13 عاماً من الغناء في مصر وكذلك في منع إذاعة أغنيها في الإذاعة المصرية كاشفة أن أغنية في يوم وليلة كانت لها قبل أن تقتنسها وردة وتغنيها وقالت ميادة الحناوي وفقاً للجريدة نفسها أنها قررت أن تتكلم لتفسح عما أسمته بمؤامرة حاكتها ضدها وردة وهددت ميادة في حوار أجرتها ومعها إحدى المجلات اللبنانية بفتح الملف قريباً وكشفت بعضاً من مشكلتها القديمة مع وردة وأوضحت ميادة بحسب الجريدة نفسها أن وردة لا تزال حاقد عليها وإن الحقد يبقى متأصلاً ناصح إياها كفنانة كبيرة بضرورة تخطي وقالت وردة انتهت بالنسبة لي كإنسانة وكفنانة حقدت علي وأزدني ولا تزال تؤذيني ألم تدرك بعد أن الله حق وردة تصر ولا تندم وأكدت ميادة أن وردة رتبت لها قصة مفبركة بالتعاون مع زوجة الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب فمنعت على أثرها من دخول مصر مدة 18 عاماً مؤكدة أن المؤامرة لم يتم الإفساح عنها بسبب محمد عبدالوهاب رافضة الكشف عن السبب الحقيقي وفقاً للشرق الأوسط وقالت صباح عن علاقتها بفايزة أحمد لقد صفعتها سلاس صفعات كان أولها عندما كانت صباحة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في النقابة لعمل بروفا على أغنية فجاءت فيزة أحمد وتركت الباب وعرف عبدالوهاب أنها هي فقال أهجت يقصد فيزة وقام بالاختباء وكان معها مقص وحاولت فيزة أن تقص شعري فصفعتها مرتين وقالت في موقف آخر جمع بيني وبين الفنان عبدالحليم حافظ فدخلت فيزة علينا وسألت عبدالحليم أنت معهم في حفلات أضواء المدينة وسبتني فصفعتها مرتين ومن الأحداث الشهيرة التي وقعت بسبب التنافس والغيرة بين الفنانتين كان عندما حدثت مشادة كبيرة بين فيزة وصفعتها في حفل صباح عندما أصرت فيزة أن تغني قبلها وتطور الأمر بشدة بينهما ولم ينتهي الأمر سوى بتدخل تحية كريوكا التي حضرت الواقعة وأعطت فيزة أحمد علقة ساخنة وفقا لما قالته الكاتبة سناء البيسي في مقال لها بالأهرام ومن جانبه قال الكاتبة الراحل أنيس منصور في مقال له لجريدة الأهرام أن فيزة أحمد كانت مشغولة بأحلام طائشة منها أن يكون لها فستين أكثر من صباح الفنانة فاتن حمامة رغم أن شخصيتها تميل للهدوء والابتعاد عن المشاكل والخلافات إلا أن هناك خلافات قوية جمعت بينها وبين نجمة هند رستم بدأت الخلافات بين نجمتين في فيلم لا أنام الذي جمع بينهما عندما اعترضت فاتن على تفاصيل مشهد جمعها بهند رستم وكان المشهد يتضمن رفع الحزاء في وكه فاتن وهذا ما رفضته سيدة الشاشة العربية لذا ذهبت إلى المخرج وطلبت منه تغيير المشهد لأنه لا يليق بها وذلك دون علم هند التي فوجأت بالمخرج يقبرها ببعض التغييرات وهي الاستغناء عن رفع الحزاء فاهمت هند أن فاتن حمامة وراء هذا الأمر لذا تمسكت بالمشهد بحجة أنه يطفي مدلولا هاما للشخصية وحاولت هند أن ترد بطريقتها الخاصة إذا أمسكت أثناء التصوير سيجارة وبدلا من أن ترفع الحزاء فقط في وكه فاتن حمامة قامت بنفخ الدخان في وكهها وهو الأمر الذي استعجب له الجميع لترد هند رستم أمامكم مشهدين الجزمة أو السيجارة خذوا منها اللي ريحكم ليتم تصوير المشهد في النهاية بالحزاء والسيجارة ولكن تم تقديمهما بشكل غير مستفز ترجمة نانسي قنقر